حازت مملكة البحرين المركز الحادي عشر عالميا في مؤشر الاتصالات الصادر عن الأمم المتحدة في 2016 حيث تقدمت المملكة بخمسة عشرة رتبة مقارنة برتبتها السابقة في 2014 ويعتبر هذا المؤشر من المؤشرات الفرعية والتي تصب في مؤشر تطور الحكومة الألكترونية جاء ذلك حسب آخر تقريض الأمم المتحدة للحكومة الألكترونية 2016 ويمثل مركز البحرين أحدث إنجاز في سلسلة الإنجازات العالمية للمملكة بسبب توجيهات الحكومة الرشيدة لرفع تصنيف مملكة البحرين على كافة الأصعدة والجهود الحثيثة لكافة الجهات الحكومية ذات صيلة ومشغل شبكة الاتصالات وأكد سعادة المهنس كمال بن أحمد محمد وزير الموصلات والاتصالات أن هذه الإنجازات العالمية جاءت بسبب الاهتمام الذي توليه حكومة مملكة البحرين الرشيدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجهود هيئة تنظيم الاتصالات في إيجاد إطار تنظيمي فعال للقطاع حيث وطمحت المملكة من خلال الأهداف التي حددتها الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات للوصول للمراكز العشرين الأولى عالميا بحلول عام 2018 والمضي قدما في سبيل تعزيز القطاع لتجني المزيد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية ولما تقتصر الإنجازات المملكة البحرين العالمية على تحقيق نتائج هذا المؤشر في حسب فقد حققت المملكة أيضا تقدما في مؤشر الجهازية الشبكية إلى المركز الثامن والعشرين عالميا وثالث عربيا بحسب تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي لعام 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حيث تقدمت المملكة مرتبتين مقارنة بالعام الماضي كما أحرزت المملكة المركز الأول عالميا في نسبة تغطية شبكات الاتصالات المتنقلة وكذلك حققت المركز الرابع والخامس على التوالي في مجموع مشترك خدمة نطاق العريض ومجموع مشترك خدمات الاتصالات المتنقلة هذا وقد أحرزت المركز العاشر في استخدام الإنترنت للفرد وكفاءة وتأثير الخدمات التي توفرها المملكة عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات